السؤال اللي بعد كده بيقول والدي بيقول لي اني لازم اروح معاه مشوار وقال لي لو ما جتش معايا تبقى تبقى لبنتي ولا اعرفك مع العلم انا متجوزة وعندي بنت ولما قلت له اقول لجوزي اشاوره قال لي انا ابوكي ولو ما تعطنيش ابقى ابقى خلي جوزك ينفعك وانا اعدى معاه في البيت لحد ما جوزي يرجع من السفر لانه مسافر برا فانا اعمل ايه ما قلتش لجوزي ولا ما اسمعش كلام ابويا ولا اعمل ايه لانه والله وصلت بيا قال لي تبقي لا بنتي ولا اعرفك وطردني قال لي تروحي شقتك لو ما اسمعتيش كلامي ايه الصح اعمل ايه دي مسألة شوية دقيقة لازم نبينها انت دلوقتي اعدى في بيت والدك لأسباب كتيرة واعدى في بيت والدك انا مش عارف هو بينفق عليكي ولا لا لو انت اعدى في بيت والدك وهو بينفق عليكي يبقى كأن زوجك قال اللي بينظم دخولك وخروجك هو والدك لان انت اعدى معاه في بيته فرأي ان انت لازم تراعي الاثنين لكن رأي ان زوجك لازم يعرف ان انت مادين انت في بيت والدك بلاش يدخل المدخل ده طب هو ايه اللي حاصل اللي حاصل في الحكاية دي ايه ان في اثنين بيعتبروا الاثن هو نوع من انواع ايه نوع من انواع ان هو البطل بتاعك فانت بطلك اللي انت بتسمعي كلامه واللي بتستأذنيه في دخولك وخروجك فاذا كنت بتسمعي وبتستأذني من زوجك يبقى زوجك هو بطلك فولدك بيقولك لا انت قعدى في بيتي وانا لازم اكون البيت ده تحت سيطرتي فعشان كده ايه اللي حاصل الزوج بيحاول يعمل كده انا نصحت للزوج ان هو لا يقف عند هذا الامر ولا يعتبر ان هو واجب عليه ان هو يأمرك وينهاكي في الدخول وخروج انا مش شايف ان ده لابد ان الزوج يعمله الزوجة لو قعدة في بيت في بيت ابوها ويكون كمان هو بينفق عليها لا تسمع كلام ابوها مدامة هي في بيته وهو اللي بينفق عليها لكن لو الزوج هو اللي بينفق عليها وهي قعدة ضيفة في بيت ابوها مش قعدة مقيمة بينفق عليها يبقى تسمع كلام جوزة طب نعمل ايه عشان نحل ده نصحت للزوج ان هو يخلي المسألة ايسر من كده وان هو يعرف ان هو لو عمل كده هيخلي المسألة ايسر على اهل بيته ويريحه يا رب جعلنا دايما من اهل الراحة ومن اهل البركة وجعلنا دايما من اهل الفضل ترجمة نانسي قنقر